ما قيمة هذه الدنيا أيها الأحزان هل تستحق هذه الأحزان هل تستحق هذا الكدر هل تستحق هذا الضيق ابتسم واشرح صدرك وحلق عاليا العيش هناك وليس هنا هذه دار الأكدار والحزن والجميع يقلب فيها بالكدر والحزن لا تستثني أحدا لكن أهل الإيمان تكون سلوتهم بالله وبما عنده فتخف عليهم وتهون المصائب وما يقع بهم من الآلام والعلل والأوصاب هذا الفرق أما غيرهم فلا يوجد أحد لا يستثنى أحد من كدر الكل يلاحقه الكدر وكل بحسبه كل بحسبه هذه دار الكدر لقد خلقنا الإنسان في كبد ما يمكن أن تحول إلى حال أخرى تكون دار لذة وراحة فذاك في الجنة هناك تحتاج إلى عمل صبر هذا الذي يكون في الدنيا من المتاع وما إلى ذلك لا قيمة له عرض زائل وعن مقريب تقشع اليوم أتأمل مع نفسي في حال كثيرين من من أعطاهم الله وأولاهم أمر وأنا أمشي من بيوت أعرفها وأعرف أهلها الأم توفيت الأب توفي الأعمام توفوا وكانوا في أيام يعمرون هذه الدور تلاحقوا واحداً